هذه أبرز العناوين الرقراغي يطلب تقرار مفصلا عن زياش قبل حسم قرارها بلغ عجل وليد رقراغي يضم هؤلاء اللاعبين الجدد إلى المنتخب المغربية الاتحاد الأردن يقدم عرضا خياليا لمداربه المغرب الحسين عموتة من أجل استمراره رفقة النشام والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الرقراغي يطلب تقرار مفصلا عن زياش قبل حسم قرارها طلب الناخب الوطني وليد رقراغي من الفرنسي كريسوف بودوت طبيب المنتخب الوطني المغربية إعداد تقرار المفصل عن طبيعة الإصابة التي يعاني من حاكم زياش لتحديد إمكانية مشاركته في المباراة الوديتين للأصود في مارس المقبل إن شاء الله وأصيب حاكم زياش مع المنتخب الوطني في مباراة ضد زمبيا برسم الجولة الثالثة من دور مجموعة كأس أفريقية للأمم التي أسطيل عليها السطار يوم الأحد الماضي بالكدف غار وهو ما حرمه من المشاركة في المباراة ضد جنوب أفريقية عن تمن نهائي الكن وحرمت الإصابة زياش من المشاركة رفقة الأصود في دور تمن رفقة زميلي بوفال الذي أصيب أيضا في حصة تدربية للأصود في الكدف غار ما أثر على مستوى المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقية وكشف مصدر مسؤول أن الناخب الوطني وليد رقراغي يرغب في إعداد البدائل في حال تهضر مشاركة حكم زياش في المعسكر الإعداد للمنتخب الوطني المغربي المقبل وكان فريق قلت الصراي قد طالب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتقرر عن حالة الصحية لزياش بعد إخضاعه لفحوصات دقيقة قبل عودة إلى تركيا للخضوع لفحوصات طبية جديدة بلاغ عجل وليد رقراغي يضم هؤلاء اللاعبين الجدد للمنتخب المغربي من المنتظر أن يقوم وليد رقراغي مدرب المنتخب المغربي بجولة جديدة انطلقا من إسبانيا حيث سيلتقي مع مهاشم ريال مدريد الإسباني إبراهين دياز في آخر اللقاء أو ما يسمى بلقاء الحسم كما سيتبع أيضا ليس أخماش مع فياريال والذي سيتواجد مع المنتخب الوطني المغربي بعدما كان قريبا من تحقيق ذلك في كأس الأمم الإفريقية وسيلقي وليد رقراغي مهاجم ريال مدريد إبراهين دياز في تلت جوالة الحوار الذي بدأه من إيطاليا لما كان لعبا في الصفو في نادي إساميلان إلا أن الأمور لم تسر في الاتجاه الصحيح مع انتقاله إلى ريال مدريد الصيف الأخير وقتاله من أجل الحصول على مكان له مع الملكية وازداد الضغط الإسباني من الصحفة والاتحاد الكروي هناك من أجل إمكانية حمل قميس المنتخب الإسباني واللاعب مع اللرخاء عوض اللعب مع المغرب بعدما قدم إشارات قوية في وقت سابق لحمي قميس أصود الأطلس وبدأ فعليا بتطبيق ذلك عبر الزيارات المتكرر له للمغرب لكن إصرار المدرب الإسباني لويس ديلافونتي قد يعقد الأمور حيث يلعب ورقة ودية البرازيل ورقم عشر لإنهاء هذا الملف الذي عمر طويلا وسيظهر المدرب المغربي وليدرا جراغي العديد من الدول الأوروبية لمتابعة العديد من الأسماء لتدعم التركيبة البشرية التي يتوفر عليها أصود الأطلس حيث أن أسماء جديدة ستتواجد في معسكر مارس في مقدمتها إلياس أخماش ماريان ماي ونائل العينوي وهي أسماء تبصم على مستوى كبير في الدوليات الأوروبية الاتحاد الأردني يقدم عرضا خيالية لمدربه المغربي الحسين عموتا من أجل استمراره رفقة النشمة قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم إغراء مدربه المغربي المتألق الحسين عموتا الذي يشرف حاليا على المنتخب الأول من أجل الاستمرار على رأس العارض الفنية للنشمة وذلك بعدما نجح في قيادة زملاء النجم يزن نعيمات إلى نهاي كأس أسيا الذي خسره أمام المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور بنتيجة ثلاث أهداف دون مقابل وحسب ما وردت تقارير إعلامي محلية فإن الاتحاد الأردني قرر رفع من الأجرة الشهرية الذي يحصل عليها الإطار الوطني الحسين عموتا والتي لم تتجاوز الستين ألف دولار كأضع في راتب شهري في تاريخ المدربين الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب الأردني خلال العشر سنوات الأخيرة مشيرة أنه في حال وفق المدرب السابق للنادي الويدة درياضية الاستمرار لرفقة منتخب النشمة فسيرتفع راتبه إلى مئة وتمانين ألف دولار أي ما يقارب مئة وتمانين مليون سنتيم كما من المرتقب أن يحصل على حوافز مالية إضافة رفقة باقي أعضاء طاقمه التقنية وفي السياق المتصر كان ابن مدينة الخميسات الإطار الوطني حسين عموتا قد توصل خلال الأيام القليلة الماضية بمجموعة من العروض المغرية من طرف مجموعة من المنتخبات والأنديات العربية والأفريقية التي عبرت عن رغبتها الجامحة في التعاقد معها والاستفادة من خدماتها إلا أن الرجل قررت تريد قليلا والعودة إلى مسقط رأسه لزيارة أسرته الصغيرة التي غاب عنها لأزيد من شهر قبل الحسم في مستقبله ووجهته المقبلة تجدر الإشارة إلى أن المدرب المغربي حسين عموتا سابق له وأنخذ مجموعة من التجارب الناجحة رفقة العديد من الأندية الوطنية والعربية أبرزه الساد القطري والويداد رياضي والفتح الريباطي والجيش الملكي والاتحاد الزموري للخميسات والمنتخب الوطني المغربي للمحليين إلى جانب المنتخب الأردني الذي يشرف على تدريبه خلال الوقت الراهن عرض سعودي يقرب أمر ربط من مغادرة اليونيتد كشف التقارير الصعفية أن الدولي المغربي صفيا مرابط المحترف في صفوف مونشستر يونيتد الإنجليزية تلقى عرضا مغريا لأخوض تجربة احترافية بعيدا عن الشيطان الحمراء بداية من الملكات الصيف المقبل وفق لموقع وينوين فإن سوفينا مرابط تلقى عرضا من أحد وكلاء اللاعبين الذي أخبره بالقيمة المالية الكبيرة التي يريد أن يدفعها فريق من دور روشن السعودية للتعاقد معه في الصيف وشدد المستر ذاته أنه تم إخبر أمر رابط بأن العرض القادم من السعودية جاد وسيتم الحديث فيه مع مسؤول فيروتينا في الأيام المقبلة لشراء ما تبقى من عقدها ووضحت الصعيف أن أمر رابط لم يتفاعل مع العرض بشكل كبير تركنا الأمر إلى حين اقترى بموعد فترة الانتقالات الصيفية يشار إلى أن إدارة فيروتينا تسعى للتحقيق أرباح مالية من بيع ما تبقى من عقد أمر رابط خلال الملكات المقبل علما أن عقده مع الفرق الإيطالي ينتهي في الثلاثين من يونيو الفين وخمسة وعشرين لماذا يرغب غالة الصراي في التخلص من حكيم زيش؟ يرغب نادي غالة الصراي التركي في ضم لاعب الوسط الياباني دياتشي كمضى من نادي لاتسيو الإيطالية قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية وكشفت صحيفة فوتبول إيطالية نقلا عن مصادر تركية أن غالة الصراي يضع كمضى على رأس قائمة اهتماماته لتعزز خط وسطها لكنه يواجه صعوبة في إتمام الصفقة بالسبب رغبته في التخلص من حكيم زيش أولا وأشارت الصعيفة إلى أن عودة زيش إلى ناديها السابق تشيلسي هي الخطوة الأولى التي يجب على غالة الصراي إتمامها قبل التعاقد مع كمضى حيث يسعى النادي التركي إلى توفير من صحة في قائمة الفريق ورواتب اللاعبين ويعد كمضى البالغ من العمر 26 عاما أحد أفضل لاعب الوسط في الدورة الإيطالية حيث سجل 12 هدفا وصنع أربعة مرات حاسمة في 23 مباراة هذا الموسم ويأمل غالة الصراي في ضم كمضى لتعزز صفوفه قبل خوضه مواجهات قوية في الدورة التركي ودور أبطال أوروبا ترجمة نانسي قنقر